اشتركوا في القناة ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم كيف تنجح في هذا الاختبار اختبار النعمة تنجح في هذا الاختبار والله أعلم بأمرين الأمر الأول قبل أن تأتي النعمة لابد أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره تتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره كثير من الناس عندما يمشي الآن في الطريق ويرى القصور والعمائر ومتاع الدنيا في ماذا يفكر؟ يقول لو يتعرف علي الملكة والرئيسة والوزير والملياردير ويقول يا فلان أنت حبيبي وخذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت صحيح أو لا؟ الجنة تطلب من من؟ من من تطلب الجنة؟ من الله؟ نعم لا من غيره لماذا؟ لأنه لا يقدر أحد على أعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى طيب الرزق يطلب من من؟ من الرئيس؟ من الوزير؟ من التاجر؟ من الملياردير؟ لا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره إذن هذا الذي يخطر ببالك وأنت تمشي وترى متاع الدنيا هذا من التعلق بغير الله حتى تسمع أحياناً في بعض نشرات الأخبار وكلام بعض الناس ماذا صنع لنا الحكام؟ أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ ضيعون أكل أموالنا؟ يا أخي لماذا؟ أنت رزقك على من؟ على الله وتوكل على من؟ قال وتوكل على الحي الذي لا يموت إذن هؤلاء يموتوا تعلق بالله لا بغيره لو تعلقت بالله يخذرك الله؟ لا والله إذن هذا الاختبار الأول قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله الاختبار الثاني بعد أن تأتي النعمة جاءت النعم وأنعم الله عليك ماذا تصنع؟ لابد أن تشكر هذه النعمة بماذا؟ النعم تشكر بالقلب واللسان والجوارح بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث هذا من فضل ربي وتذلل لسانك بهذا كل ما يسألك إنسان كيف الحال؟ الحمد لله من أين لك هذه السيارة؟ تقول هذا من فضل ربي كيف قبلت في الجامعة؟ تقول فضل الله علي واسع نعم اليوم بعض الناس في الطعام إذا كان الطعام جميل إيش يقول؟ يقول والله الطباخ كذا صحيح؟ والله اللحم ممتاز كذا وياتناسى شكر المنعم المتفضل كان الأصل يقول سليمان عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عرش بلقيس في لحظة رآه عرف أن النعم ابتلا قال هذا بسلطاني بقوتي وزيري مملكتي الحاشية لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه الله غني عننا سبحانه وتعالى ومن كفر فإن ربي غني كريم